وقع وزير الزراع والريوة الثروة السمكية لواسل المسقاطري بمدينة ساند بوترسبورغ الروسية مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصائد الأسماك شيستا كوف إيليا مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الثروة السمكية وعقب مراسم التوقيع كد الوزير السقاطري على عمق العلاقات التاريخية اليمنية الروسية ومشيرا إلى همية مذكرة التفاهم في خلق شراكة بين البلدين الصديقين ومن جانبها أشار رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصائد الأسماك حرص بلاده على خلق أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليمن